بسم الله الرحمن الرحيم أعرفنا كيفية الوصول لهذا الجدول في الحل وفي المثال السابق وقلنا أن هذا الجدول يمثل حل ممكن وليس حل أمثل والسبب هو وجود معامل سالب لـ X2 إذن قلنا الحل الأمثل نصل ليه بتكرار الخطوات السابقة وهي اختيار متغير داخل مرة أخرى واختيار متغير خارج مرة أخرى نفس القاعدة عن طبقها مرة تانية قاعدة اختيار المتغير الداخل هو المتغير الذي معامله أكثر سالبية اللي هو هنا X2 إذن هذا هو العمود المحوري المتغير الخارج هو الذي يحقق أقل نسبة بين عمود الحل والعمود المحوري النسبة هنا هنقسم 2 على 4 على 3 4 من 2 سما على 3 على 2 4 على 1 على 2 5 على 3 على 2 ثم 8 على 1 والنسبة الأقل هي التي تحدد المتغير الخارج إذن المتغير الداخل حددناه هو X2 المتغير الخارج عن طريق حساب النسبة النسبة الأقل هنا هي نسبة S1 إذن S1 هو المتغير الخارج إذن الصف التاني هو الصف المحوري إذن الخطوة اللي بعدها أضع X2 كبديل لـ X بديل لـ S1 هنا هيكون X2 وأسم على الخلية المحورية أسم الصف بالكامل على 3 على 2 أصبح بهذا الشكل ثم الصف الجديد بعدما أسمت على 3 على 2 أضربه مرة في 1 على 2 وأجمع على هذا الصف ثم أضربه مرة في سالب 1 على 2 وأجمع على هذا الصف ثم أضربه في سالب 3 على 2 وأجمع على هذا الصف ثم أضربه في سالب 1 وأجمعه على هذا الصف يصبح الجدول بهذا الشكل إذن الخطوات مرة تانية يقسم الصف المحوري على 3 على 2 اضربه في 1 على 2 وأجمع الناتج على الصف الأول اضرب في سالب 1 على 2 واجمع النتج على الصف الثالث اضرب في سالب 3 على 2 واجمع على الصف الرابع اضرب في سالب 1 واجمع على الصف الخامس تحصل على جدول بهذا الشكل معنى هذا الجدول أن X2 قيمتها 4 على 3 X1 قيمتها 10 على 3 X3 قيمتها 3 X4 قيمتها 2 على 3 وطبعا المتغيرات الغير أساسية اللي هي مش موجودة في هذا العمود اللي هي S1 قيمتها 0 و S2 قيمتها 0 دلة الهدف Y تساوي 38 على 3 ووضح من هذا الجدول أنه هو الحل الأمثل السبب هو عدم وجود معاملات سالبة في دلة الهدف إذن هذا الجدول أو هذا الحل هو الحل الأمثل اللي هو بهذا الشكل قيمة S1 و S2 0 قيمة X1 و X2 و S3 و S4 بهذا الشكل قيمة دلة الهدف تساوي 38 على 3